السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نجيب لكم النهاردة فيديو مميز جدا 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 هنعمل مع بعض مراجعة سريعة للباكات الموجودة في استضافة دريم هوست وهنشوف مع بعض ازاي نقدر نشتري باكت دريم هوست وهنحل ان شاء الله اغلب المشاكل اللي بتقابل الناس وهم بيشتروا خلينا نبدأ الاول بتعريف عن استضافة دريم هوست وانا ليه برشحها ليك طيب اولا انت لو عايز تعمل لو الغرض من انك تشترك في استضافة علشان الورد بيس تسطب الورد بيس عندك او بتدور على افضل استضافة وورد بيس فانا ارشح ليك دريم هوست وبالمناسبة مش انا بس اللي برشح ليك دريم هوست ده موقع الورد بيس الرسمي هو اللي بيرشح ليك دعال نشوف انا مجهز الصفحة هنا اهو كتبت وورد بيس ركماندد هوستس يعني الاستضافات اللي هي مرشاحة من كبل الورد بيس هنخش على الصفحة دي الصفحة دي موجودة في قلب موقع الورد بيس نفسه خلاص بيشرح فيها بقى ايه الاستضافات المرشحة اول واحدة طبعا زي ما تعودنا هي بلوهوست بلوهوست هي اول واحدة اه ليها حوالي اكتر من عشرة اتناشر سنة بلوهوست على رأس القائم تمام بس بعدها على طول كان دريم هوست وبعدها سايت جراوند طيب اه من المميزات اللي عجبتني في دريم هوست ان انا اخترتها كبديل عن بلوهوست طبعا يا بلوهوست راكم وان بلوهوست انا مشغل موقع بتاعي عن طريق بلوهوست تمام بس بعد كده اه اخترت دريم هوست نقلت من بلوهوست لدريم هوست لسبب هقوله لكم دلوقتي واحنا بنشرح تمام خلينا هنبدأ دلوقتي هتلاقيين سايب لك لينك في الوصف اسفل الفيديو اللينك ده ان شاء الله لما تخش من خلاله كل الخصومات اللي موجودة في الموقع هتنزل عندك تلقائيا وهن اختار مع بعض افضل خاص نقدر نحصل عليه تمام ندوس اه هنا بقى اول حاجة محتاجة شرحه فيها اه غلط بيحصل مع ناس كتير تمام طبعا عندنا هنا في دريم هوست اه تقدر تشترك في الباقات باقات سنوية وباقات شهرية تمام ودي ميزة ملقتهاش في ان انا اه لما جيت احول على دريم هوست حولت لانها كنت عايز ادفع بالشهر بالشهر هو معنا هنا اتنين دولار والكلام ده فهو ايه رخيص جدا طيب قبل ما نشرح المميزات بتاع كل باقات عايز اه ابص على حال ازاي انت هنا بتقول لي اه الشهر هنا بحوالي تلاتة دولار هو اتنين دولار خمسة وتسعين سنة بس خلاص هنقول تلاتة دولار في الباقات السنوية تمام وبتيجي هنا في الباقات الشهرية تقول لي ان هو اتنين دولار ازاي في الباقات الشهرية ارخص من الباقات السنوية مش المفروض العكس المفروض العكس انا واحد من الناس فعلا ما كنتش فاهم ايه الكرسة دي من غاية ما بعدين خدت بالي يعني اشرح لك ايه الكرسة في الباقات الشهرية هنا هو هنا بيدي لك معاك اتناشر شهر. كل شهر فيهم بتلاتة دولار. حرو الكلام. يعني هتلاقي لما نيجي نحسابها هنا اتنين دولار. خمسة وتسعين سنت. في اتناشر. بخمسة وتلاتين دولار. قول خمسة وتلاتين دولار. تمام. لكن اللي بيحصل في الباقة الشهرية ايه بقى? احنا اهو بنقرر الباقة دي. بالباقة دي. اللي بيحصل بقى ايه فيها? ان انت العرض بيبقى على اول شهر فقط. بينما انت في الباقة السنوية العرض بيبقى على الاثناشر شهر مجتمعين. طيب ايه معنى العرض على اول شهر فقط? يعني انت اول شهر بتاخده باتنين دولار فقط بعد كده كل شهر زيادة بتجدده بعد اول شهر بيجدد معاك بتمانية دولار. يعني انت هنا هنقول تمانية في حداشر. ما هو محداشر شهر بقى اللي بقى ايه? بتمانية وتمانين دولار. زائد الاثنين دولار. يبقى انت هنا كده الباقة هتقع معاك في السنة كلها بتسعين دولار. في حين ان التانية كانت بحوالي خمسة وتلاتين دولار. ده الغلط اللي الناس بتوقع فيه لما تيجي تقارن الباقات الشهرية بالباقات السنوية. هوريك دلوقتي مثال بسيط كده في السريع. يوضح لك كلامي. هنعدي كل ده وهرجع له تاني اشرحه ما تلاقوش خالص. تمام. انا جيت بقى للسطر اللي عايز اوضح. السطر ده كده بيقول لك ان انت الباقة في اول شهر فقط اتنين دولار. تمام? لكن يعني في التجددات بتاعتك هتبقى تمانية دولار. فعلشان كده الباقة السنوية بتبقى ارخص طبعا من الشهرية. لكن بتلاقيها في سعر اول شهر لما تيجي تقارنها. بالباقة الشهرية هتلاقي ان في حاجة غلط. بس طبعا الباقة الشهرية الميزة اللي فيها ان انت بتدفع اول شهر اتنين دولار. اه بعد كده تدفع على الشهر اللي بعده تمانية دولار فيه. في ناس ما بيبقاش معها جاهز للخمسة وتلاتين دولار على طول. ان هي اللي بيحصل في الباقة السنوية ان انت بتدفع على طول اول مرة لمدة سنة بقى. يعني تيجي بعد سنة بقى لما تدفع تاني. في ناس طبعا يعني ده اسمه سعر الجملة بقى. في ناس بقى ما بيبقاش معها جاهز المبلغ. طبعا في بلو هست احنا كنا بندفع على طول خمسة وستين دولار اه لمدة سنة. مفيش عندهم باقات شهرية. ففي ناس طبعا ايه? اه ما بيبقاش معها السعر بالدولار ده على طول مطرف. نرجع تاني. اه للباقات نقررنهم بقى ببعض. طيب. هو هنا بيقول لي انت عايز اه الشهري ولا السنوي ولا التلس سيني. طيب. عندنا هنا اول باقة اللي هي هنا اسمها الشيرد ستارتر. هو طبعا هنا جاب لي باقات الشيرد بس. انا هرجع كمان علشان يجيب لي كل الباقات. اهو. اصل باقة الشيرد دي في منها اتنين اوه. شيرد ستارتر و شيرد انليميتي. هنشوف هنا في باقة دريم بريس. برضو تلع باقات. الباقة هنا اربع باقات فانت عندك كل باقة هنا لما بتدرس على السهم ده يعني بيتفرع منها باقات مختلفة. اه طبعا الهدف من كده ان هما يلبوا احتياج اي حاج. تمام? اعذروني الفيديو هيكون اه طويل شوية بس انا عايز اشرح كل حاجة بالتفصيل في عملية الشرط. تمام? طيب. اه نقارن بقى الباقات ببعض. نقفل بقى الحاجات دي. هو هنا بيقول لك الباقة دي اه افضل اختيار يعني اه لانشاء موقع جديد. طيب تعالي نقارنها. دي بتقدر تشيل موقع واحد بس. في دومين انكلودد. هيدي لك في دومين. اه طبعا حاجة جميلة جدا ان انت اه عندك الزيارات بتاعتك انليميتد يعني اه زي ما تحب. اه اه انمترد باندويتس طبعا يعني دي جميلة جدا يعني انه هو بيقول لك الباندويتس اللي بتاعتك خلاص براحتك مش مش محجمها لك زي الاستضافات التانية يقول لك اه خمسين جيجا مية جيجا. زي طبعا كل الباقات التانية. خلاص. فاست اس اس دي ستورج. هو هنا محددش مساحة الاس اس دي بس هو قال لك انه فاست. تمام مفيش مشكلة. وورد بيس بري انستولد. يعني طبعا اللي هو اه تقدر تسطب الورد بيس بكل سهولة. اه وممكن كمان ان هو يوفر لك تسطيب الورد بيس عن طريق ضغطة واحدة. بس هو بيان هو مش موفرها هنا ولا هنا هو موفرها في الباقة دي. طيب تقدر تضيف الايميل بس قال لك هتضيفه بسعر مخفق جدا. 1 دولار 67 سنت في الشهر. معاك طبعا الدعم الفني سبعة ايام 24 ساعة. ومعاك هنا اداة ال WB الاداة دي للي ما يعرفهاش. هي بتساعدك بعد كده وانت بتبني الموقع بتاعك الصفحات. تمام? اهم حاجة طبعا بالنسبة لنا بيبقوا الاول اربع خمس سطور ده. طيب. الباقة دي بقى اللي هي فيه فرق كبير قوي بينها وبين الباقة دي. نشوف بلاس. اغلى طبعا معانا. وبرو اغلى معانا. طيب. نشوف اول حاجة. بيقول لك تقدر تشيل موقع واحد برضو في مفيش اختلاف بينها وبين دي. ميتة الف زيارة شهرية. باند ويتس برضو اه معاك يعني محدود يعني. وتلاتين جيجا اس اس دي ستورج. طيب. خلينا برضو ايه اه الحاجات المختلفة برضو. اه نسيت اقول لك برضو هنا وهنا ان فيه اللي هو القفل ده اللي بيكون جنب اه الدومين. ده الميزة بتاعته انه هو يعني بيقول لمحركات البحث وبيقول لمستخدمين ان الموقع بتاعك ده سيكيور يعني موقع امن ما فوش اي شكل من اشكال الاختراك وامن على المستخدمين. تمام? طيب نخش على الباقة التانية كده بسرعة. هنا خلاص دي بقى اختلفت عن الباقتين دول ان هي اه تقدر تشغل مواقع اه الامالة نهاية. اه اه ادي الدومين ايزلي يعني انت لما هتضيف الدومين بتاعك عادي ما فيش مشكلة هتضيفها بكل سهولة unlimited traffic. unlimited bandwidth. 30 جيجا بايت ssd storage. one click install wordpress free ssl certificate unlimited email. اه. 24 7 support. فتمام كده. طبعا انت بقى اه لو عايزت كارن اه مع الباقات التانية دوس على السهم ده بقى وكارن براحتك. انا خلاص عرفتك ازاي بتقرأ المميزات بتاعة الباقة. تمام? تمام. كل ده طبعا احنا في النطاق الشهري. نخش بقى على طول كفاية كده نخش على طول نجرب نشتري. هنعمل مسلا sign up في الاستضافة دي. اول حاجة بيبتديها معك هنا الدومين. بيقول لك هتختار الدومين بتاعك بعدين. choose a domain letter. ولا هتسجل دومين جديد ولا عندك دومين بالفعل. هفترض ان انت هتسجل دومين جديد. اكتب هنا مسلا الدومين بتاعك. هكتبه مسلا. نيوز. على اساس ان الموقع بتاعنا موقع اخبار يعني. نيوز مشارطة هنا. آآ. نيوز دوت كوم مسلا نبحث. نشوف ايه الدومينات المتوفرة. تمام. الواضح هنا ان دومين نيوز ده آآ صعب جدا حاجزه. او طبعا لان انت يعني بتحجز كلمة رئيسية. كلمة مفتحية رئيسية عليها منافسة جديدة طبعا. تمام. آآ بيجي لك هنا الدومينات المتوفرة. وليكن مسلا انا عايز ادوى على حاجة دوت كوم. هقول له مسلا. هضيف بقى اي حاجة جنب نيوز بقى. نيوز مانت. على اساس مسلا ان هو خاص باخبار الشهر مسلا. عندك هنا اهو الدومينات. وسعر كل الدومين طبعا هنا فيهم. هو هنا الدومين بفلوس بس طبعا آآ يعني بفلوس قليلة شوية. لقيت اهو الدومين آآ دوت كوم اللي طبعا يعني معظم الناس هتفضلوا او تبحث عنه. بستة دولار بس. آآ طبعا لان الباكة بتاعتنا هي مش شاملا ان الدومين مجاني بس طبعا هتلاقي فيه باكات تانية شاملا ان الدومين مجاني. بعد ما خلاص اختارت الدومين. هقول له مثلا اهو خلاص اختارت الدومين ده. اهو خلاص كده اضافه للسلة. عندك هنا بقى اتنين خيارين للدفع اول خيار عن طريق الفيزا او الاسر كارد او الحاجات دي كلها طبعا كلنا عارفينها بتكتب هنا ااا اسم صاحب الكارد ورقم الكارد والاااا وتاريخ الانتهاء والااااا الاسيكورتي كود اللي هو بيبقى في خلف الكارد وطبعا لللي عايزة يشتراه بكل سهولة بيشتراه عن طريق اللي بات تمام تمام طيب خلاص كده مفيش داعي اني هنخش في تفاصيل كتير account setup دي بياناتك انت عند قيارين اما تكتبها كلها بيدك ايميلك واسمك الاول واسمك التاني ورقم تليفونك خلاص كلنا طبعا متعودين على الخناة دي وفاهمينها او ان انت تقدر تسجل عن طريق جوجل بالضغطة واحدة دي اضافات زيادة بيكون موفرها لك dream host لو انت عايز تضيفها ضيفها مش عايز تضيفها انت كده تمام مفيش اي مشكلة وليكن مثلا مثال ان الاضافة دي مثلا هيقى يعني بتديك معدل امان اعلى للدومين والاستضافة بتاعتك خلاص تمام هنا بقى بيقول لك ايه ان انت التجديد الجديد بتاعك هيبقى 14 دولار تمام طبعا الحتة دي انا نوهت على خلاص كده هو آآ كل اللي هندفعه النهاردة اللي هي التسعة دولار دي علشان الدومين اللي حجزناه وعلشان آآ سعر الباقة الشهر اللي هو اول شهر بس هندفعه بتدوس submit order ولو انت مدخل بياناتك بيبقى خلاص كده آآ بيتم عملية الدفع كده انا خلاص هقف عند هنا مش هقدر اكمل تاني لان انا آآ مش عايز اشتري دلوقت استضافة لان انا عندي استضافة بالفعل الخطوات اللي جاية كلها خلاص يعتبر خلصت كل حاجة سهلة آآ اتمنى ان يكون الفيديو فادك وحاولت بكل مقدر ان انا اشرح باستفادة وان ما سيبش اي معلومة وخاصة في المعلومات اللي بتعمل مغلطات كتير عند الناس آآ قناتي فيها شروحات آآ ومراجعات لاستضافات وآآ لمواقع كتير بشكل عام حول العالم انصحك تاخد لفها في القناة بتاعتي واشوفك في فيديو قادم ان شاء الله شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته